كرار عاجل جدا من محافظة الجيزة بعد انتشار فيروس كورونا تواصل محافظة الجيزة بمجهودات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعدمدية بمدينة كرداسة في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها للحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا حيث دفعت بفرق الطب البيطري لتطهير وتعقيم شوارع ومنازل ومحلات القرية كانت ظهرت عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المعتمدية اليومين الماضيين مما دفع المحافظة بحجر صحي موسع ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظة الإقليم إلى المتابعة الدورية لقرية المعتمدية للتأكيد من تنفيذ الإجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامة الأهالي وتلبية احتياجاتهم والإتمئنان على تقديم جميع الخدمات لهم وكشف عن تقديم الخدمات والإحتياجات الأساسية للإهالي موضحا بأن جميع المخابس تعمل بصفة منتظمة وتم تدعيم القرية بسيارتين تحملان أنابيب البوتجاز ومواد تموينية إلى جانب توفير جميع الحسل التموينية واثنين مكينة صرف آلي متحرك لبنكية الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية